للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من نيويورك أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي أهلا بك سيد أحمد وأبدأ معك بالسؤال الذي ختمت به لقائي مع مراسل القاهرة الإخبارية يوسف أبو كويك حين سألته عن رد فعل الشارع الفلسطيني حول تصريح أنتري بلينكين وزير الخارجية الأمريكي حين قال أن الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر لفلسطين وأخبرنا يوسف أن الشارع الفلسطيني ينظر إلى المقارنة كم يدخل من المساعدات الإنسانية وكم يدخل لإسرائيل من السلاح هل لا علقت على هذه الصورة سيد أحمد نعم التحية والتقدير صباح الخير نحن تعودنا على أن في تصريحات تكون شبه مستفزة تصدر عن القيادات الأمريكية يعني لما نقول أن إسرائيل بقيادتها كلها أكبر دعم لها هي بلايات المتحدة الأمريكية فهذا شيء معقول ومقبول يمكن بتتفاوت فيه من إدارة الإدارة ومن فترة زمنية الفترة الزمنية ومن رئيس لرئيس لكن أن تكون تصريحات بتقول أن أمريكا يدعم لفلسطين نحاول أن نفسر هذه الجملة كيف تكون أمريكا دعمة لفلسطين إذا كانت المعابر إسرائيل أفلاها إذا كان السلاح كمية السلاح ونوعيته اللي أمريكا زودت بها إسرائيل غير مسبوقة إذا كان القرارات اللي في الأمم المتحدة هي دولة الوحيدة اللي بتقواف أمام العالم كله وتستخد بحق البيته اعتراض على وقف إطلاق النار فيعني الحياة كلام يعني إما للاستهلاك المحلي أو شبه مستفز فالشرع الفلسطيني لو الحق أن يعترض أو يتعجب أو يستنكر نعم سيد أحمد وأنت في نيويورك هل أخبرتني لماذا فشل كل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في كل محاولاته التي باءت بالفشل بالأمس في تبني قرار لمعاقبة الجنائية الدولية بالتأكيد أنت لا تستطيع أن تصبح ضد الطيار يعني لما تكون دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة نسمع في التاريخ أن دولة تحاكم محكمة وأن دولة يتحدث فيها المسؤولين عن أن المحكمة أصبحت يعني تقدر تقول مش على هوا الإدارة الأمريكية وبالتالي ده شيء يعني بيعتبر ليس نقطة ولكنها فطيحة سياسية من العيارة الثقيل ولا يستطيع يعني مجلس يمثل حكومة دولة أو يمثل شعب أن يمرد مثل هذا القرار الذي الحياة يعتبر سبب في قرار يعني في جبينة ديمقراطية الأمريكية نقول أمريكا هي راعة الديمقراطية في العالم لكن يصل بها درجة التدليل والحماية لإسرائيل أن تتهم أمريكا المحكمة الدولية مثل هذا الاتهام وتحاول أن تحصل على سق لإدانتها فتنظر عند الشيء غير مقبول أو غير معقول كمان لكن يعني في ذات الإطار سيد أحمد يعني حين نتذكر التصريح الذي أدل به السيد كريم خان رئيس الجنائية الدولية الذي تحدث في لقاء تلفزيوني وقال أن بعض المسؤولين الأمريكيين رفيع المستوى تواصلوا معه إبان استصدار هذه المذكرة ضد بعض القيادات الإسرائيلية وقالوا أن قانون الجنائية الدولية لم يصنع للولايات المتحدة ولا حتى لحلفائها إنما جعل للبلطجية مثل فلاديمير بوتن على حد تعبيرهم ولدول العالم الثالث والفقير مثل أفريقيا الأسف الشديد هي مش حكاية بس الكيل بمكيالين هي الحكاية التكبر والغرور الذي يصل بالاستهزاء بالقيم والأعراف الدولية لما يكون العالم كله 193 دولة الجماعية العامة للأمم المتحدة تجمع فيها 143 دولة على حق فلسطين أن تكون معترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة وأن تكون دولة عضو دائم وليس عضو مراقب ويزداد هذا العدد تقريبا كل يوم التاني بنلاقي دولة في أوروبا أو دولة في أمريكا اللاتينية بتتعاطف ومتطالب من خلال مؤسساتها التولية أن تدعم قرار أن تكون فلسطين دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة الحقيقة التبطلح الأمريكي من خلال التعم الغير مسبوخ لإسرائيل يعني بيصيب هيبة وصورة أمريكا على المستوى العالمي أيضا بيصيب الشعب الأمريكي بنوع من الغضب أنه مش لي دولته اللي كانت الصورة الزينية عن العالم وخادة عن أمريكا أنها دولة رعية للحريات والديمقراطيات وداعمة لحق الشعوب المؤلوبة على أمرها أن تنتصر لكن الحقيقة إذا كانت تتكلم على البلطاجة فالبلطاجة تبدأ وتنتهي من أمريكا ومن إسرائيل أستاذ أحمد دعني أنتقل معك إلى الأخبار المتداولة داخل الإعلام الإسرائيلي الذي نقل عن مسؤول سياسي كبير لم يفسح عن اسمه أن رد حماس هو عبارة عن رفض لمقترح جو بايدن بالكامل في حين أن جون كيربي لم يقل هذا الكلام إنما تحدث أن هذا الأمر سوف يتم بحثه يعني استباق الإعلام الإسرائيلي واتهام حركات المقاومة بأن المقترح الخاص بهم إنما هو تنصر كامل من هذه الاتفاقية في حين أن حماس هي نفسها من رحبت بالتصويت على هذا القرار في مجلس الأمن هذا الاستباق الإعلامي الإسرائيلي كيف تقرأه سيد أحمد؟ نحن تعودنا على مستهاز النوعية من التصريحات التي تفزل من الجانب الإسرائيلي لإجهاض أي نوع من بارقة أمل يعني الحقيقة إحنا بقلنا 8 شهور من خليل في الشهر التاسع لأول مرة يجمع مجلس الأمن على مشروع قرار طبعا تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية واستغرق 6 أيام من المناورات والمناوشات والمشاورات حتى يخرج بالصورة التي تعطي كل الالتزام للجانب الفلسطيني ولا يوجد الحقيقة الالتزام واحد واضح على الجانب الإسرائيلي ومع ذلك وجدت في إدارة حماس السياسية أنه من المعقول أن تكون هناك شبه يعني موافقة عليه على أن تكون أليه التنفيذ هي السؤال الأساسي لم يشر علينا أحد حتى الآن ما هي أليه التنفيذ والمفروض العب يلقى على الجانب الإسرائيلي ومع ذلك تعودنا أن تستبق إسرائيل بإجهاض أي محاولة حتى وزير الخارجية في جولته كل كلامه بيركد على أنه يجب على حماس سوف ننتظر من حماس لا يوجد من يلزم إسرائيل أو يقول يجب على إسرائيل لكن يعني ابتداء قبل حتى أن ننتقل إلى الخطوة المتعلقة بإصرارهم على فكرة حماس وحماس هل إسرائيل بحكم أنها الطرف الآخر في هذه المعادلة هل أعلنت صراحة أنها وافقت بشكل غير مشروط على هذا المشروع الكل بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يقولوا نحن ننتظر رد حماس الكرة ملقافي جانب إسرائيلي ماذا عن رد الإسرائيلي؟ نعم الجانب الإسرائيلي بيحاول أن يجد أي ذريعة يتهرب منها ويعني يقول أن حماس هي المعطلة المسائل وطبعا الفشل الضريعي الذي حصل في أنه بعد كل هذه التخطيط وكل هذا الدعم الأمريكي الفضيحة بتاعت أنه أربعة من الأسرة هم بس في ثمان شهور يطلعوا أربعة من الأسرة من مجمع المائة وعشرين لمسألة تحرير رهائد ده ويمثل ضغط من الشارع الإسرائيلي على حكومته ومن ثم أعتقد أنه فيه خيمة أمل على أساس مفروض أن بنيمين نتنياهو يستغل هذه الظروف ويحاول أن يجري صفقة صفقة التبادل الأسرة وإيقاف الحرب والكلام في حل الدولتين طبعا ودائما عنده سياسة الهروب للأمام وأسعى من كل هذه المنورات والمروغات إلى إطالة أمد الحرب لأسباب تتعلق بمستقبله السياسي نعم وربما في هذا الضوء سيد أحمد تحدث بعض المحللين السياسيين وقالوا أن كمية الدعاية والتنجيم التي حصلت بعد حادثة تحرير هؤلاء الأسرة الأربعة لم يكن لشيء سوى أنه كأن نتنياهو يرسل برسالة تهدئة إلى باقي الأسرة أنه إذا انتظرتم معنا وإذا دعمتم استمرار حربنا على غزة فربما نستطيع الوصول أيضا إلى ذويكم كما وصلنا إلى هؤلاء الأربعة هل تتفق مع هذه الرؤية؟ أردا هي رؤية فيها نوع من الأننية والجبن السياسي أيضا لأنه أنت عشان الشارع في بلدك بيضعط عليك وبيطلبك والمسألة سهلة جدا قعد اعمل صفق التبادل الأسرة وحتستجيب حماس لأنه من مصلحتها كمان أن الحرب تنتهي ولكنه بيستغل كل الوسائل يعني أنت مجرجل وراك أمريكا أقوى دولة في العالم ومغلب وراك الأمم المتحدة والعالم كله ولم تبدي خلال التمن شهور داخلين في الشهر التاسع أي بادرة أمل لأنك عندك استعادات لإيقاف الحرب العالم كله اجتمع أكثر من مبادرة وأكثر من مؤتمر وأكثر من تصريحات ومع ذلك لا تستجيب إسرائيل لأنه في عناد من الجانب الإسرائيلي ومع كل هذه التوترات التي تشمل إدارة الحرب والاستقالات والضغوط التي حصلت عليه لكنه بالأسف الشديد يطيل من أمد الحرب وتمنى أيضا أنها تتسع وتكون حرب إقليمية وده الهدف التي تحاول تثني عن هذا العزم لأن أمريكا ملخومة تماما في مسألة الانتخابات الداخلية في الأربع شهور القادمة يعني على ضوء ما تفضلت به سيد أحمد الآن عن أن الولايات المتحدة تحرص ألا تتسع رقعة هذا الصراع هل إسرائيل مستعدة جديا أن تفتح جبهة أخرى غير الجبهة الداخلية الفلسطينية؟ هل تستطيع التعامل مع تبعاتها كذا جبهة؟ تعودت إسرائيل في السابق أن يكون عندها أكثر من جبهة ظن منها أن لها قدرات عسكرية تفوق وأن يكون لها دعم أمريكي الحياة الدعم الأمريكي في المسألة دي لا أمريكا لا تريد لهذه الحرب أن تستمر لأن الداخل الأمريكي منشغل في قضايا أخرى وتجرجر في الثامن شهور اللي فاتوا في حرب إسرائيل على غزة ولم تكن الإدارة الأمريكية في موقف يسمح لها لأنها تدعم إسرائيل بهذا الشكل وتنشغل عن أهمية دعمها لحرب روسيا ضد أوكرانيا وحربها أو مشاكلها المستقبلية مع روسيا والصين في بحر الصين الجموبي نعم أعتقد أنه في هذه المرة للظروف السياسية تسمح ولا أيضا الخوف الإسرائيلي من أن قدرات حزب الله ليست كما كانت في السابق بل زادت ومن ثم اضراع الكهران الإسرائيلي اللي كان طويل زمان في غزوه وفي عجومه على لبنان أعتقد أنه كان يكاد يكون مقيد بشكل ما في المرحلة القادمة ولذلك أعتقد أنها بس مناورات سياسية أكتر لكن لا تريد إسرائيل ولا تستطيع أن تفتح جبهة أخرى حاليا نعم سيد أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي شكرا لك كنت معنا من نيويورك